اليوم مع الشباب أروح مع مساعد في تحدي الثلاثين أنا عارف مثلاً أنا كمعلق رياضي وأنا عارف أن مجموعة من الإعلاميين والمعلقين يرفض أن يخرج في هذه البرامج خوفاً من الخسارة لكن أنا اليوم لازم أنشط ذاكرتي لازم أنشط الذاكرة لازم المعلومات تشتغل عندي اليوم أعلق إيطالي بكرة أعلق إسباني بعد طيب موجاي دوري أبطال أوروبا لازم تكون عندي خلفية معلومات عن كل هذه الأشياء ومشاري بكل أمانة أنا أقول لك يعني في تحدي الثلاثين مساء عليه بالخير مساعد الفوزان في هذه الجزئية مهمة حيل أنا اللي عرفته أن شخصيات إعلامية رياضية خوفاً من الانتقاد لأنك أنت إعلامي لا لا طبعاً شوف لازم تكون في بالك شغلة واحدة أن اليوم المتابع عنده معلومات أكثر مني أنا وأنت اللي قاعدين هنا في برامج رياضية هذا الواقع اليوم في ناس ما شاء الله عندهم يعني شغلة معلومة رياضية ما اعتمد بشكل كبير على منعومة وأنا جاي وحاط في بالي ما شاء الله أني راح أقابل مجموعة ممكن أنت تخسر مو مشكلة راح أنا جاي أشغالك بالبرنامج في نهاية واحد يفوش واحد يخسر باحتمالية الخسارة احتمالية واردة جداً أنا ما عندي خوف من هذا الجانب بالعكس أنا أقدم على هذه الخطوة لأن أعرف نفسي أنا ذكرتي من ناحية المعلومات راح تتنشط بكراً لما أدخل في مباراة على الهواء مثلاً تظهر شخصية معينة أو أني أنا مطالب بأني أسترجع حدث معين أو في هدف مشابه قبل 10 سنوات و15 سنة أو في لاعبين حققوا نفس الإنجاز قبل فترة طويلة يعني من الأشياء اللي بتساعدني هو طريقة الاستحضار اللي كنت أنا فيها في البرنامج وممكن تساعدني وأنا على الهواء فبتطلع المعلومة دون تردد أنا معلق رياضي أنا إذا أخطئ أثناء المباراة أنت تلومني لكن إذا أخسر في برنامج مثل هذا ما تقدر تلومني